عبر الهاتف مباشرة من الملامة السويدية نضمن لنا صالح ميد الصحفي المختص في الشأن الإيراني سيد صالح مساء الخير أهلا بك معنا إذن أول زيارة لرئيس كوري جنوبي لإيران منذ 54 عاما يعني في عهد الرئيس الروحاني في عهد سياساته ماذا يمثل هذا بالنسبة لإيران مساء الخير نعم في الواقع هي زيارة مهمة بكل مقاييز حيث أثرت عن توقيع 19 اتفاقية أغلبها كانت في مجال التبعض الأتجاري بما فيها زيادة صادرات النفط الإيراني حيث ستصل من المتوقع أن تصل صادرات النفط الإيراني إلى كوريا جنوبية إلى 400 ألف برميل وهذا يشكل بسيط أمل لبرنامج الروحاني الإطلاحي في الاقتصاد وإنقاذ الاقتصاد المتهالك من الأزمات ولو بشكل بسيط ولكن هذه الزيارة وهذه الاتفاقيات تشكل نقل نوعية للاقتصاد الإيراني في سبيل التوجه نحو السوق الآسيوية حيث أن كوريا جنوبية تمثل جانبا مهما بالنسبة لإيران وفي الواقع تأتي هذه الزيارة وهذه الاتفاقيات في إطار برامج الروحاني أقبل الاتفاق النووي حيث استطاع عقب اتفاقيات مماثلة مع دول أوروبية كإيطاليا وفرنسا والهدف هو زيادة صادرات النفط الإيرانية والاتفتاح على السوق العالمية بدءا من السوق الأوروبية والآسيوية ومن المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الإيرانية بشكل عام إلى 2 مليون برميد كما أنه من المتوقع أن تستلم إيران الديون التي تطلبها من الهند والسائر الدول هذه الزيارة وهذه الاتفاقيات المهمة التي تم التوقيع عليها في هذه الزيارة وهذه العائدات والنتائج المهمة على إيران في ظل سياسات الرئيس روحاني الانفتاحية والتي تحاول أن تتقدم بإيران وباقتصادها إلى أي مدى سيؤثر ذلك إجابا على الاقتصاد الإيراني وعلى المواطن الإيراني بالتأكيد سيترك بعض التأثير ولكن السياسات الرحاني أثبتت خلال الثلاث سنوات الأخيرة منذ السلام من صلوبة أنها تصدم بسيطرة المتشددين على الاقتصاد من جهة سواء كان الحرص الثوري أو الجناح اليميني الذي يسيطر على الكثير من المؤسسات ولكن لحد الآن لم تكن هناك مؤشرات كافية على سبيل المثال في انخفاض مستوى البطالة أو التضخم ولكن هناك بصيص أمل أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى خلق بعض فرص العمل وأزمة حل جزء من أزمة البطال التي وصلت حوالي بين ثمانية وتسع ملايين هناك بعض المؤشرات تدل على أن هناك في نمو الأقتصاد الإيراني مثلا تقرير طندوق نقص الدولي الذي توقع أن يكون النمو الإيراني في هذا العام يصل إلى أربعة بالمئة هو يحاول روحاني أن ينفتح أكثر حول آزيا وأوروبا خاصة من خلال اعتماد سياسة منفتحة ولكن بالواقع هذه السياسة تصدن بجدار سياسة الاقتصاد المقاومة التي أطرحها المرشد في رأيك نعم طيب سيد صالح طبعا زيارة رئيسة كوريا جنوبية هي أول زيارة كما أشارنا في البداية منذ أربعة وخمسين عاما لرئيس كوريا جنوبي إلى إيران هل من المتوقع أن نشهد زيارات مماثلة لرؤساء آخرين بحسب ربما متابعاتك للشأن الإيراني وإطلاعك على الملف الإيراني؟ نعم بالواقع إيران الآن تحاول أن تتجه نحو الدول الأوروبية ولكن ما زالت خطوات تطبيق الاتفاق النووي تسير بغض حيث أن الشركات الكبرى وحتى البنوك الكبرى الأوروبية ما زالت تخشى من التعامل مع إيران رغم أن هناك بعض الشركات كالشركات الألمانية والإيطالية بالفعل عقدت بعض العقود وتريد أن تستثمر في السوق الإيرانية ولكن التصريحات من التيار المتشدد في إيران تهدد هذه الفرص تهدد حتى الاتفاق النووي برمته ولكن المحاولات من قبل حكومة روحاني جارية لسبيل الفتاح على السوق الأوروبية أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا صالح حميد صحفي المختص في الشأن الإيراني كنت معنا بر الهاتف مباشرة من مالم السويدية شكرا لك